قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم تعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال ويزا حنون أن تعديل الذي أجاه رئيس عبدالعزيز بوتفليقة هذا التعديل الحكومي يعكس التناقضات في قرارات الحكومة كما اعتبرت حنون على لسان المواطنين أن التعديل الجزئي في حكومة سلال تدخل في إطار محاربة تبديد المال العام وطالبت حنون بمزيد من الجرأة لتطهير الحكومة من الفساد مواطنين بأعداد هائلة اعتبروه انتصار اعتبروه انتصار ويوجهون نفتهاني أنا اندهجت في البداية كنتم كلهم على واش قاعدين تهنيوا فينا قال سيسي هذا انتصار ونفتخر بس كمعناه نجم نجيب انتصارات واحدة أخرى بالنضال السياسي احنا نقول يجب المزيد من الجرأة المزيد من الجرأة حتى انتهروا كليا الحكومة من اللي بددوا المال العام من المفترسين اذا كان المواطنين استعادوا الامل بمجرد عملية جزئية تدخل في اطار مكافحة تبديد المال العام اللي اجسدها رئيس الجمهورية في القرارات انتاعه ضمن التعديل الحكومي لتصلك اخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا بس كتا اشتركوا في القناة